غادات اعلانه الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة اعلنت بسشارة الرئيس السوري بوثينا شعبان اليوم ان دمشق مستعدة للتعاون مع الرئيس دونالد ترامب في حال توافقت سياسته مع امال سوريا اكدت المستشارة الاعلامية والسياسية للرئيس السوري بشار الاسد بوثينا شعبان استعداد دمشق للتعاون مع الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في حال انسجمت سياساته مع تطلعات دمشق وقالت شعبان في تصريح لقناة الان بيار الامريكية ان دمشق تأمل ان تصبح الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب عضوا فاعلا في الحرب على الارهاب ميدانيا يواصل الجيش السوري وحلفاء عملية عسكرية على محور المحمدية في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق وكان الجيش السوري حرر امس مدرسة الحكمة غرب مشروع 1070 شق غربي مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة الى ذلك اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغاروفا ان الطائرات الروسية والسورية لن تقم بطلعات جوية فوق حلب منذ الثامن عشر من الشهر الماضي وقالت زخاروفا ان الادعاءات بان روسيا قصفت مواقع مدنية في سوريا هي محاولة للتغطية على استمرار المجموعة المسلحة في قصف المناطق السكنية في حلب وحمص ودمشق وغيرها